مرض بطانة الرحم المهاجرة و لوندمتخيوص اليوم نتحدث لكم على الحل الذي سيتناعم الحل لا يجب أن تجده فقط في الطب الطبيعي لأن الطب التقليدي هو الطب الذي يهتم غير بالعرض وهناك غالب الأحيان هو مرض حتى يكون فوت لفوت بعد ذلك سأذهب لعملية و سأذهب لإستعصال الرحم و سأذهب لإستعصال المبيض و سأذهب لعملية أخرى و سأجدوا فات الحال قاد الله ما سفعل فات الحال و جاء مرض السرطان لحل بلس واحد المرض لحل كين بوصر لكم العيالات لحل كين اليوم رجل سأذهب معكم لأنني أنا مقيوص بهذا المرض وهذا المرض يقصغل عيالات بطانة الراحم فترة سأذهب على العيالات ولكن سأذهب معكم اليوم لأنني جوش لحويش أول حاجة من منظور عالمي محد و من منظور المعالج الطبيعي التي حاول دائما يلقى الحلول للناس التي تتلقى معهم المشاكل التي تتلقى معهم و الحاجة الثانية من جهة الأب كأب لأنني عندي بنت ديال عشرين عام اللي تقصف هذا المرض وهذا المرض يعني أنني غادة نهضر لكم على الحل اللي تنقلب عليه ماشي لقيت فيه غير لأنه ماشي تنقلب الحل غير على قبل واحد المريض ولكن واحدة اللي خارجة من ذاتي ديالي واحدة اللي بنتي واحدة وكل واحد تتعرف لما يكون لابن 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 نكمل إذن منين نهضر لكم أنا غير على تشريبها ديالبنتي وانت تفهموا يعني وفي غالب الأحيان كل شيء بحال بحال منين مقاش قدرة تكمل دراسة ديالها لأن منين تلينا عندها بثاف ديال غيابات تتغيب بثاف من تجهة الحالة الشهرية العادة الشهرية فبلاسما يجهة غير لألم كارقة العيالات مثلا تلك تلتة أيام سبع أيام بولا تجهة ثلاثة ثمانة جوش ثلاثة ثمانة وهي شد الفرص كما تتقول إياه وكأنها عندها شيء واحد تدخل لها شيء صيف فمتين تدخل لها لتحت في التحت ديالها وفي الكرش ديالها تدرها لألم بثاف تبدأ لها في الأول قبل أن يجي حق الشهر قبل أن يجي لها العادة الشهرية فتبدأ لها الألم من وقت المبيض تبدأ لها الألم من بعد تكتر منين تجي لها من تجي العادة الشهرية من تجي العادة الشهرية تجي الألم في الرأس تجي التقيى يعني يعني يجب التمسل ثمثني ما تقدر الاكتر لا تتأكل ما تقدر لا تتحرك ما تقدر دير والو شدة الفراش أنت تمشي عند الطباء الشي يقول طبيب ديال الجهاز الناسولي لا هذا غير مرض أجيرك الهرمونات وبيانسيغ الشي يعطيها تعطيها الابيلون يعني تعطيها جيز المناعة حبث المناعة لكي يقضي الهرمون الوستروجين الذي نقوله بأن الهرمون الوستروجين هو الذي يسبب المرض إذاً لا تنداوش المرض لكي تدعوه بخوجي سيغون التي في الأول تقدر تنفع بالنسبة لبعض الحياة العيالة في حالة بنتي ما تتنفعش ما نفعتش من بعد تمشي تأطيها مضبطات مناعية وما أدراك ما المضبطات المناعية والمضبطات الهرمونية لكي يبدو أن تقعدوا الهرمونات وتبدو اللعبونات في الهرمونات وذلك الساعة في التأثير النفسي والتفتير والتأثير كذلك في المشاعر في الإيمونسيون كيف يكون التأثير صعيب الأكثر بالنسبة لبنتي في العشرين عام يالله بدأت من بعد يأتي لها أرى وراتي كان عندها الألم ومن بعد كان عندها جداتك ومن بعد كان عندها جدات جداتك نعم كان الجانب الويراتي ولكن وش الجانب الويراتي سوف نرى الأم لها تطور حتى وصل لها للسرطان كانت خاصة تحيد الرحيم من نبولة قادر الله ما شاء فعل الجدات نفس الحاجة حتى أن الجدات في العمر ستين عام سبعين عام تقريبا تاهية وصلت حتى للسرطان سبحان الله العظيم أم الجدات تاهية كان عندها الألم السبحان الله العظيم ما هذا الجانب الويراتي نحن عندنا عدى جانب الويراتي ما عدد من نبحثه طيب تقول معدنا ما نبحثه نعم ما عددنا ما نبحثه اياجين قل لله أعلم لكن المشكلة أنسا�� Gary ومن بعد الناس قد لم تقارثون لفعل لايم وهم الذين لديهم الكلمة الحقيقة ومن بعد الناس في متين البنات المسكين الصغارات والأكبيرات بل كانوا يقربوا الحل لا يوجد حل ومنهم لا يوجد حل ممكن تدخلوا في الاكتئاب لأنها ترجعوا في الخوف لأنها تدخلوا في الخوف الحل الذي لديها يقول لها ماذا هو الحل؟ الحل لأهل أبي هو لا يبقى لديها الرحيم يتنى من هذا الرحيم يتنى من هذا الألم لا إلى الله محمد رسول الله تنصل هذا الدرجة تنصل هذا الدرجة الإنسان بغي حيد ماذا هو المرأة بلا رحيم ماذا هو المرأة بالل أبيض الهرمونات تعرفت أن تأثير على الهرمونات كثير وتنرh ومن الأمellاتي أحيادة رحيم فتدحن الأتيق ketika تصل إلى درجة أن الفطر يترجع نتوذر بارض في المرأة لا ت αποكبع مرأة بلا رحيم في المرأة لا ترفع مرأة بلا هرمون البلاد هرمودي الأستروجين وذلك الساعات تراجعوا تمشيوا في مشاكل أخرى تمشيوا في مشاكل أخرى إذن هذا كل شيء تتعرفوا بصرة لكم كين الحلول كين الحلول هو غير خاص من أول حاجة من قوشن تلناو وهذه هي أول حاجة الثاني حاجة هو نقره نقره بأن رأى الشافي ورب العالمين بالأعتقدين الشافي ورب العالمين وما نسنوش بأن رأى الشيء حاجة اللي غادي تشافينا أول حاجة الشافي هو رب العالمين ونخدمه بالأسباب وكأنها كان غير الأسباب ثم نتوكل على رب الأسباب فمتلك أنها مكينش الأسباب إذن نخدمه بهذه القادية أشو ما الحلول من الحلول كان حلول عندهم علاقة مع الزيوت الطيارة مع الزيوت الطيارة هذه حلول ليست بتدريجية يعني كين منها الحلول فمتلك اللي تتمكن كان بعض الزيوت اللي تتمكن باش تهدي الآلم باش يعني أن تدخلي المرأة في الوقت من يكون عندها المبيض أولا في الوقت ديال العادة الشهرية أنها تتقدر يعني دوز ذيك الوقت بلا آلم ولكن هذه هذه غالة بحالة نقل واحد عكاز لو واحدة بقيت يعزل واشغالي بقى يكمل عكاز ولا يبغي مشي على الرجلي أنا تبغي أنا تبغي نعاون الناس باش يمشوا على الرجليهم مباشرة إذن من الزيوت الأساسية هو الزيوت الحبق البازيليك اللي نعنى سيطان نوتيس باسموديك يعني مضاد للألم وتضر ضد ضد الألم كان من الزيوت الأساسية الأساسية كذلك بالنسبة لي بالنسبة لي يعني لقلت لا لا ما نخلي خلاغا مشو مزيوت الأساسية كان الموسكا دافخيك الموسكا دافخيك هذه تتخدم على الجهات المناعي تتخليك بأن الكويرات الكويرات البيضاء اللي تتخليه بأن تتمشي تتضمر دوك الخلايا اللي تتطوره خارج ما بيد خارج الرحم ذك شبستندرو على البطن الرحم بطنة الرحم المهاجرة لأن تتهاجر خارج المأحد فتتخلي دوك الخلايا القاتلة تتمشي تقتل دوك هذوك الخلايا اللي تتطوره خارج الثاني عندنا الفطريات ومن أهم الفطريات هو الفطر الريشي من أهم الفطريات الفطر الريشي وكذلك الفطر دي العرف الأسد لأن الفطر دي العرف الأسد تخدم لنا في الجهاز المناعي والفطر الريشي تمشي تخدم لنا تقوّل المناع لأن المشكل هو مشكل مناعي كل فطر كذلك الكورديسابس الذي تضبط لنا الهرمونات في الدات يعني ما تضبط لنا الهرمون إلا كان كبير كان طالع تهبطه إلا كان هبط تقاده من غداء وكا إلاجوك غداء وكا إلاجوك من الأغذية المهمة من أهم الأغذية المهمة وما تسمون البوس بروكولي شما دي بوس بروكولي هو واحد بروكولي اللي ما كانش فيه ثلاثة سنتيمتر صغور ستتبع حتى سوف مدو جلول يعني بحل دي كم مكمل غدائي تتبع هنا في فرنسا وتتبع كذلك في المغرب تا وكين في الجميع البوس بروكولي ف المزيان بزاف علاش لأن في واحد المادة الفعالة صبح الله العظيم لتتخلي بأن ديك الأستروجين للسام اللي هو ما تنقش من طرف الكبد لأن المشكلة هو مشكلة يتنقع ما تنقش من طرف الكبد فتتنيتراليزيه يعني أنه تتحيد لي تترجع غير السام و تتقر تخلص منه وبذلك ديك الرحم ما تيبقى شي كبير لأن الرحم هو على شي كبير هو شي كبير بش يقدر من ذلك الأستروجين السام من الأغلية خاصة تكون غداء مضاد للالتهاب يعني سهلا سنحيض المقاليات سنحيض الأشياء التي تتخلي الالتهاب في الدات يطلع الالتهاب يطلع في الدات إذن نقصه من الحم الأحسن غداء نباتي قريب نباتي لا تقول نباتي لو حرم محل الله أوكي مع الحوت مزيان مع زيوت زيوت العود على زيوت المهضرة هذا مهم هذا الشيء مهم إذن ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب ونعلق القلب بالله عز وجل ونعرف بأن الله أرى هو الذي سوف يشافه بإذن الله رب العالمين ونحاول نخدمه على الصدمات لأنه تدرع على الرحم تدرع على العلاقة مع الناس اللي عدوا في الدم إذن نشوفه العلاقة تدرع العلاقة مع الآباء ديونا مع الأمهات ديونا مع أخوتنا مع عائلتنا تدرى هذا العلاقة ونحاول فيه غالب أحيان بين غضب وشيء ما شعر لي هذن نسوي غير راسي وشيء نريد نموت بهذا شيء وشيء نريد أنا نموت وانا هذا بقي في راسي وشيء الماضي الذي سنجعله نعيش في الحاضر كل حالة بحالة بإذن الله رب العالمين لديكم سؤال فمرحبا بكم بارك الله فيكم شاركوا هذا الفيديو لأكبر عدد من الناس الأقل لتدخل لبسرة لعيالات بأنكم قوارا كل حل الحمد لله رب العالمين الحاجة الثانية الله بارك بكم شاركوا فهذه القناة بإذن الله نشاء الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله نجعلكم مباشرة على الأسئلة ديلكم يا رب العالمين والله يخليكم ديروا أعجب وخلوا لي الأسئلة والرأي ديلكم كذلك في المجال ديال الاشتراك بارك الله فيكم أقول قولي هذا والصلاة في الله لكم جميع المسلمين فإن قلت خطأا فمن نفسكم الشيطان وعجب الشر رجيم وإن قلت طوبا ربع قلوبكم يا رب العالمين وإشهال له ربع قلوبنا يا رب العالمين السلام عليكم